حلقتنا اليوم بهذا البودكاست من قلب جوال موضوع أنا ماريت فيه أنا وزوجي اللي هو علاج العلاقة الزوجية وأنا كتير كتير فخورة ببلوميغوير أنا لابس اليوم من عندهم لأنه they are supporting من قلب جوال وكل هالموضوع العنجب بتخص العائلة وتحديداً الأمرأة لكم تسمعوا هذا البودكاست الأخير لأنه أنا بتأكد أنكم حتتعلموا منه إشياء كتير حلوة اليوم معي أنجي ميشيل من بعد برنامج جوال بلافلتر هو بمسل حياتي الحقيقية كان فيه خمسين موضوع نطرح بعشر حلقات من هالخمسين موضوع أكتر موضوع نسألت عنه وعملت الانتوفيوز عنه هو الكابوثيرابي وشكله العالم كله عم بيعاني من مشاكل بزواجها والعالم مرنا عارفه كيف تصلح أما شو الطريقة اللي خلتنا نحنا كتر خير الله كتر خير الله وكتر خير أنجي أنه نرجع نجدد زواجنا وكتر خير الله أرجع أنا لقي جوز اللي تعرفت عليه أول سنتين من حياتي وحياته أنجي كيفك؟ تمام مبسوطة أنا مبسوطة أنا طائرة من الفرحة لأنه بتذكريني بأيام كتير حلوة وإيام كانت صعبة بنفس الوقت بس أوقات الصعب بيكون حلو صراحة أنه كان في عندي هوبكي عندي أمل كل ما إجي لها عندك أنا عارفة أنه عم بتقدم لأداما عم بيرجع لورا صح سو أنا بدي أقول أنه خبرية بس العالم اللي ما حضره جول بلا فلتر أنه أنا وجوزي كمال كان عندنا مشاكل لفترة تقريباً 11 سنة وعطول مثل ما أنجيلا بتخبركن هي طلعت الست عطول بتحب أنه تصلح والرجل بحب أنه يتفايدا لهم بفكر أنه إذا بيتفايدا الموضوعه على حاله بيتبخر وكان بالضبط هيك يعني نفس الشي مع جوزي كان يفكر أنه هو يقول إجنور وأنا لما بروء بيرجع شي بيرجع على طبيعته آخر شي بطل الشي حيرجع على طبيعته لو وصلنا أنه رحنا وشفنا أنجي أنجي أنا بدي بس أول شي بني بلش فيه أول نصيح لكل مرة كيف فيها تاخد زوجة ويروحوا عند couple therapist بدل ما تحكيب كأنه يعني شو بيقوله عم بتجره وغصبا عنه أما عم بتهدده أنه الرجال كتير حساسة تعلمته أنا منك كيف طبعا هي مش في مرة واحدة يعني غالبا أول مرة الموضوع هي ترفض مش بسهولة كده الراجل يقبل أنه يروح لشخص يطلب منه مساعدة ويشوف أخطاءه كمان فاكرة احنا قلنا أن الست ويرد يعني مخلوقة بشكل الأولوية عندها هي العلاقات فهي دايما السيجنلز عندها بتخليها تلاحظ أن العلاقة دي فيها حاجة حتى مع أولادها علاقتهم ببعض كإخوات علاقتي بحمينتي علاقتي بمامتي علاقتي بصحابتي فدايما الست فيري سمارت في أنها ترقب العلاقات الراجل بيرائب السوق الشغل الحياة هنقدر نسيرفايف في الدنيا عندنا بيت عندنا فكل حد فينا أولواته مختلف فمهمة قوي أنه قبل ما أروح أتكلم معي أفهم اختلافنا أساسا وأنه مش أنه هو مش بيحبني أو أنه هو مش شايف أن البيت ده مهم بس هو مش شايف عارفة لما تبيق قاعدة أنت ركبة العربية أنت سايقة فاللي جنبك مش شايف نفس الفيو بتاعك فمهمة قوي أنه أنا أفهمه أنه الحاجات هي حلوة كيف؟ خاني أقلك أنت قلت قلت نقطة كتير حلوة أنه مش من أول مرة أنا أول مرة طرحت على جوز على كامال أنه نحنا نشوف أنا قلت له تعالي نشوف دكتور أنه أخذ سائع أنا ما قدرت تقوله بكلمة تانية تلتي لا 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 وقعت تقولي كلمة دكتور أنا قلت له تعالي نشوف حكيم هي قلت له كامال شو رأيك؟ نروح نشوف حكيم حدا يساعدنا حدا الجملة ما بنسيها جوز على ثلاث أسابيع حتى يفهمني أنه الموضوع منه وارد محكمة على ثري ويكس يعني قلب بوز فيي على ثري ويكس كبر المشكل لأنه بده يعني أتعلم درس أنه ما بقتل راجيب هيدي السيرة and لا نفصلنا لأنه قلت أنا عارفة ما بده يروح وأنا ما بدي كفة مع المشاكل بس أنت قلت لي بوقتها انتبه يا جوان أنه أنت انفصلتي على غير عالمة يلا بتروح تنفصل عن جوزة ونجوزة ويقوله أه يا لأ الله معها ممكن هشي يكون سار أنا معي لأنه ما كنت عم بهدده أنا كنت فعلا ما بق فيه كفة بمشاكل أنا بدي حلة فكيف فيها تقنع زوجة ولا ما تحسسه أنه هي بص عليه أما هي عم تفرض عليه أنه يروح معها عن كابوثيرابي شو ممكن الكلام يكون؟ بسي أنا يعني هحاول حط نفسي في مكان أي واحدة بتعدي بوقت صعب وعندها المشاكل دي وأنا أساساً كزوجة أنا كمان بتعدي بوقت صعبة الدخلة بتاعت أنا زعلانة منك العلاقة هتقف ولازم نروح تلي هي تهديدية زي ما أنت قلت عمرها ما بيجيب لكن فيه أوقات هي بتبقى وصلة لمراحل الست بتبقى حاسة فيها بقى سبق بالخيانة اتضربت أي حاجة ميجر فخلينا برضو الناس اللي بتسمعنا فيه ناس عندها حاجات ميجر زي الحاجات اللي ليه علاقة أداكشن بونغرفي ضرب خيانة حاجات كلير خلينا نقول ألم واضح ما ينفعش يختلف عليه اتنين وفيه حاجات تانية ليه علاقة بالتواصل بالرومانسية بأننا بطلنا نحكي مع بعض بطلنا نقضي واتحيله مع بعض بخيل شوية معي يعني فيه شوية حاجات مشاكل هي بخيل حطيها مع الكبار حاجات صحيح حاجات كمية بس مهمة قوين أنا بقى عارفة لو هي طبعا حاجات كريتيكال يعني حاجات بتئزيني أنا كل يوم بنامجة بواحد عارفة أنه هو بيبص بص على الستات ولا بيبص على حاجات إباحية بعد عن لو أنا ده هيئزيني بعد شوية فأكيد اللغة بتيعت لأ إحنا عندنا مشكلة وإحنا لو ما صلحناش المشكلة دي ساعاته أقول الستات الجملة بتتقل بطريقة حلوة جدا تقولي لنا يا لها زي إيه بقى مثلا أنا مش أنا أنت هيك عملت معنا أو قد تقولي لنا أوكي أنا جوال أيو وأنت كمال أنا أعتبر بعد ذلك أن أنت جوزي مثلا أنا جوزك شو بتقولي لك طيب إحنا علاقتنا فيها دلوقتي مشكلة وأنا أعتقد أنت كمان شايف المشاكل دي إحنا بطلنا ولازم أقول الراجل دماغه بتشتغل بالفاكس ما يفعش أقول أنا بإزعى لنا قوي الوقت الأخير أنا بعيد كتير أنا مش مبسوطة الكلام ده من نزل سب منه على أحاسيس آآ مش على أحاسيس لكن إحنا الأحاسيس هنستخدمها بجزء تاني مهم لكن إحنا بتقولي دلوقتي إزاق نعو إحنا عندنا فاكس يعني مثلا عندنا ساينز بتقول أن العلاقة دي مش علاقة نكحة فإحنا رو عملنا سيرش أونلاين هتلاع لنا شوية ساينز أنا ممكن أنا بعث له ده أقول لي بص دي ساينز بتاعت العلاقة النكحة دي ساينز بتاعت مش كلامي إقراها بس هنا مثلا عندنا تعني نقول شوية ساينز مهم حاجة من الحاجات الـ very clear أنه إحنا كل حد فينا هو job centered life on child centered life يعني أنا عمالها طول الوقت تتكلم الحاجات لي علاقة بالعيال هو بيتكلم الحاجات لي علاقة بالشغل كأننا بندير شركة ما بعض ما فيهاش دفع تاني حاجة مثلا أن كل حد فينا ما بقاش interested أو ما بقاش عنده الإعجاب أنه ياخد رأيه التاني لعكس بقت فيه نظرة لسه كنت بكلم بنت النهاردة بتاخد رأيه تتجاوز وما ما تتجاوز وفرحها خلاص في مي فعندها مشاكل فبتقول لي هو نزل من نظري عرفة لما تحسي أنه خلاص من جواكي الشخص ده ما بقيتش تحترميه وهو كمان البنت دي ما بالنسباله ما بقيتش الإعجاب اللي كان عنده زمان ما بقاش موجود ففي شوية ساين مثلا لكن هي منفعش تبقى ساين وحيدة لأن فيه قبلز كتير علاقتهم مش نجحة والسكس بيبقى ناجح لكن المجوريتي أنه بيبدأ خلاص هو مش عايز يقرب منها هي مش حاب يقرب منها فدي واحدة من الساين فساعات الست عم تيه تقول إحنا مثلا بقلنا ثلاث شهور ما قربناش من بعض إحنا بقلنا ست شهور ما خرجناش مع بعض كل ده بيقول إنه في مشاكل إحنا بطلنا نحضن بعض إنتا فاكر آخر مرة مثلا طبطبنا على بعض إمتى فلازم أقول للراجل فاكتس الفاكتس الراجل بيحترم بس كيف أنجي أنا مثلا جوزة قدي بشوفه مودرن قدي بشوفه جوزة مثلا ما بيغار كتير مع دمينة أنا ألبس أصير مع دمينة أنا رح أشتغل مثلا أوقت لأربع الصباح برجع البيت مع دمينة مثلا أنا سلم على أي موزيع أما أي حدان بحرارة وعطيهم لكن لما إجا لأنا عم بفتح معه موضوع إنه نحنا كمال صارنا 11 سنة عنا مشاكل ونحنا من فترة لفترة يعني نزعى مع بعض فترات كتير طويلة ولو مرة تركنا بعض نزعى لكتير من بعض ونقعد نفس البيت ومحد بيطلع بالتاني يعني تحس بالتعاص وتحس الدني كلها سودة حتى جوزي هذا الجوزي المدرن اللي أنا شايفته ما قبل يتقبل كلمة إنه أنا نتعلم نروح نصلح زواجنا عند كابوثيرابيس طب كيف لكن غير رجال عربي لأكتر شو تعطيه فاكتز نحنا عم نقول تعطيه فاكتز أقول لك حاجة كمان شو ممكن ممكن إذا نتلجأ لأمه لأمه لطبيب طبعه طبيب العيلة أقول لك على حاجة مهمة قاية في الموضوع ده شو في الست زي بتتكلم على خيانة الراجل يا جوال يعني بتبقى زي موجوعة الراجل بيتكلم على خيانة الست ما ستبقاش في علاقة تعني عارفة بالنسبة له الخيانة إيه إنه يتفضح إنه صرت وتبقى على كل لسان إنها تحكي لصحبتها والأخت دي أنا بيجي لي رجالة هو بيقول الجملة بتاعت أصلها فضحتنا لسه أنت قاعدة مع قبل وقام جاي بصها آه يعني هم عضوا من يعني تخونه لا أكيد طبعا ما عضوا شو بسهولة بتخون ما بدقيا اللي بيخون اللي بالنسبة له موقع يبقى بيحب مراته بس بيعمل حاجة تانية في أخيانة الحتة دي بالنسبة لشخصية الراجل أسهل كتير من الست لكن الست صعبة تبقى بتقول أنا بحب جوزي وبخون اللي اتنين they don't mix معضا بس الرجل ممكن الراجل بيقول كده بس هو في حقيقة كارثة هاي كارثة بحبه بخونها كارثة بصدقيني أنا كتير أعود مع الراجل مسلا أقوله بس هي ما بقاش عن ده السقب نفس هيقول لي ليه فقول له عشان انت بتخونه هيقول لي وهي مالها أنا بخونها لأن أنا يعني عندي نزوة أنا بتاع ستات بس أنا بحبها طبعا إحنا محتاجين نتكلم على ده لأنه ده مسموش حب في الحالة نحن ضروري كم نتكلم عن شغلة نجي أنه أول ما نحنا طلعنا وكنا صريحين عن شو صار معنا بعلاقتنا أنا وزوجة ما فيكن اتهام تاني غير اتهام واحد أنه خانك حتى كنو كتبولي آه هلأ رضيته ورجعت له وبعد ما خانك مع واحدة تاني آه ماما أبقى 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 خبين ما خانك أنا بعتق له خانك كمان I don't think أنا بقدر أرجع له لكن ليش على طول عند الشعب العربي ما بيفكروا بأي شي تاني إنت لأ إنت قلت في أسباب ممكن أنه ما بقى يتطلع فيني ما بقى بده يعمل علاقة علاقة معي طبعا هيدا بيجرح المورة كتير هيدا جرح أبض الخيانة يعني مثلا بيسهر أني في شغله بيجي متأخر بيتفرق على حاجات بتأثر حتى بيطلع على بورن هيدا شي كتير بيأذن مارا لو بصير عندها بصير تزعل من حالة أنا مني أناف دا 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 حتى بصير بيعملها بيستر وبتكتشف وبتكذب وبتكتشف تنول أي شي اللي هو بيكون شي عم بيقهرك نفس القهر على السنين القهر بصير كتير عميق بصير كتير بيجرح صح بس أنا اللي بدي أقوله ليش نحنا عنا بس الاتهيم للخيانة هل يترى اللي بيجو له عندك أكتر علاقتهم خيانة أما لا بتنوع للأسف دا بقى مرض العصر يعني دا بقى مرض العصر اللي احنا عايشين فيه خيانة الخيانة طبعا خيانة زوجية اه لأنها بقت أسهل كتير بقت أسهل أنا زمان عشان أخون مراطي عاملي أنزل في مكان تخيني مثلا في السبعينات لو الراجل عايز يخون مراطه هيبزل مجهود كبير جدا دلوقتي أنا ممكن وانا قاعد في السريري يخون مراطي في البيت أنا قاعد جنبها هو ورسائلي اه اوكي فالخيانة بقت أسهل وكمان الفراغ يا جوال الناس بقت عارفة الخواء عارفة يعني ايه واحد يبقى من جوا فاضي عارفة يعني ايه خواء يعني مهما تملي مش موجود الانسان اللي بيفقد المعنى في الدنيا اللي ما عندوش حاجة يعيش لها افكرة الشخص ده ممكن يكون عنده شغل خطير وبيزنس مان وهي بس من جوا فاضي فطبعا لما بنبقى فاضين دلوقتي بقت أسهل حاجة عم جاية مسكة الموبايل بتاعي وابدأ أتفرج بعدين أقولك هاي هو يرد علي ويقولي هاي اولا فجأة كده أنا عاد علي واحد ويقولي بحبا قوي دحكتك حضرتك من أكتر الناس اللي أنا معجبة فالخيانة بقت سهلة سوء انتنا عم بتقول انه معظم الكابوس بيجوا لعندك هي خيانة يعني رجل ومرأة معظم بصي حاكتين يعني وانت في الكني دلوقتي عم ما لحاول كده بص الأسبوع اللي فات مثلا أغلبيت وإيه خيانة ويتباعد ما بقاش في حب وبقى في مس كوميليكيشن ما بقى في حب أما لأنه أنا وجاوزة أوكي نحن نفصلنا كثير منحب بعض يعني ما كنا بدنا أنا ما كنا بدأ أرجع لأنه لما نفصلنا كنت حاسة ما في أمل that's why أنا حسيت أنه أنا 11 عشر سنة جربت وجربت وجربت جربت على طريقتي جربت على طريقة أصحابي هيك من المشكلة جربت على طريقة مثلا أي حدا نصحنا لما قلت له تعال نعمل هلب آه لا حسيت أنه خلص ما بقى في لزوم no more أنا ما بقى بدي يعيشي دل حيات سو يلا ننفصل so الانفصال أنا بقول أنا كنت بعني بحبه بس ما بقى بدي I wanted أنا يكون عندي control لحياتي كنت عطول قل له control ساعاتي بإيدك أنت أنت كل يوم حسب أنت شو الموتة باعك يبقى أنا أكون مبسوطة يمكن زعلاني أنت بالثانية واحدة فيك تعمل للدنيا سوداء إن شاء الله أنا أكون بساعة فرنسا ببيت اللي بحبه بفرنسا والدنيا بتعقد أنا أكون يعني عم أتمنى أكون بفرشتة بدباي قاعدة بتختم سكرة كل الشبابيك وكل البواب علي so كيف نحنا فينا كسيدات نوصل هالفكرة للرجل أنه هو إذا ما حكينا عن مشاعرنا وهيدا أنت معيك حق مية بالمية أنت مليون بالمية لأنه أنا كنت ضلني أبكي وقال له زعلاني وأنت عم تأزيني وأنت عم تجرب بس ما عم يستوعب ما عم يفهمني لو الوقت ما جينا اللي عندي كتا عشو قال لي كمال قال لي شغلتين ضروري نقولن ونكون واضحين ومعا دمين عقولن اللي ما كنت شايفيك لأصله ما كنت شايفيك إنه تعودت عليك صرتي يعني شوية عشوية إنه تلققته مع إنه العلاقة الجنسية is good بس بالحياة العادية إنه أنت خلص you're there taking me for granted وقال لي شغل إلا كنت فكر ما بحيتيك تتركيني الإيغو طبعه قد ما جاوزي عنده سئة بحاله عشانيك ما كتير بغار تقول إنه أنت ما حتفلي جويل أنت قلبك طيب أنت شايفك عم تحاربة للعلاقة فظليك عم تحاربة good أنا أحكي لو بزعليك أنت أسبوع أسبوعين ثلاثة هيدا يعني المكسوم بترضي so how can we يعني إحنا وصلنا للانفصال إذا ما بنا نشجع الانفصال هيدا الحلقة تأنت تعطينا النصائح أنجي كيف ممكن المرأ تاخد جاوزة تكون هو بلين مثله مثله وبدأ هنحكي بعدها ده السؤال عن الصعوبات اللي وجهتنا من أول جلسة عندك حال وبدو زيادة أنا بحبه الستيجز اللي عدينا بيها أثناء السيشنز أنا هقول على حاجة كمان تقنع الراجل إنتي في الأول إزاي أخلي الراجل ييجي أو يوافق الحاجة الثانية اللي محتاجين أقولها أنه أنا محتاجة أقوله أنا جيز عندي بليند سبوت أنا جيز عارفة في السواء مهما الواحد يبقى شايف المرايات قدامه علمونا أن أنا لو ما لفتش ورايك إذا وقمت جاي بصة فوق بصة كده وما وثقتش في اللي أنا بس شايفاه لازم أبص بصيب المرايات بلايند سبوت كل حد فينا جوال عنده بلايند سبوت وواحدة من الحاجات فاكرة كنا بنقول أنه في أول ساشة لما أنا بدأت أقول لك البلايند سبوت بتاعتك أنت كنت مستغر تاعتا نوضح شوية البلايند سبوت الإشيلي حتى الإنسان بنفسه ما بيعرف عن كاركتيره يعني أنا عيوب في الشخصية يعني أنا لما عادت معك نحنا غير ما أنه أنت عم تصلح علاقتي أنا وكمال بتاعتك تقولي لي إشي عني أنا عم برفضة قليك لا إنجي لا أنت ما بتعرفيني لا لا أنا من هيك لا لا إنجي أنا مقصدة هيك يس فدي بلايند سبوت أنه أنا فاهم أن أنا مش عندي مشكلة دي الحقيقة أنا عامري ما عارف أفتكر أنا كنت بشتغل في وقت كبير جدا في حاجات لي علاقة بالإنجي أو والسي اس آر والحاجات اللي زي كده فكنت بتعمل مع شباب كتير فافتكر مرة واحد جي قال لي إنجي ممكن لما تتضايق من حد فينا ما تبص لناش طيب لما أعمل إيه طيب قال لي ناديلي باسمي يعني يقولي مثلا أحمد تعالى بس ما تبص ليش وبعدين أنا أشوف أن أنت متضايقة من حاجة فبقوله لي قال لي نظراتك حد جدا أنا بتبقي متضايقة أنا أعرف مني أن أنا نظراتي حد جوال دي بلايند سبوت أنه أنا لما ببقى متضايقة بسود الدنيا فأنا مش ببقى شايفة كده كتير كنت وأنا بتكلم مع جورج يقول لي إنجي أنت بتنطي من الموضوع لموضوع أنا بحس جورج أنا زوجي أه جوز بتنطي من الموضوع لموضوع أنت دخلت كريف إيه بالزبط أنا بحس لا أنا متأكدة أن المواضيع كلها اللي أنا قلتها وده بتبع هو بالنسبة له أنت عشوائية أنا مش فاهم فين الموضوع اللي بنتكلم عنه دي بلايند سبوت فأنا محتاجة أعرف إن الستات فكلما قلنا أغلب الستات عندهم نفس مشاكل وأغلب الرجال عندهم نفس مشاكل إحنا عايزين نعرف هي إيه مشاكل للستات وكمان إيه مشاكل بقى إنجي وجوال وكل حد بيسمع كل واحد فينا يشتغل على نفسه الحاجة التانية اللي أنا قلت نفسي أكد عليها لو أنا جوزي مش مقبل على حاجة زي كده إن إحنا قلنا هنوريله ساينز هنوريله فات وهقناهم إن إحنا وان تيم وإنه أنا تماني عندي بلايند سبوت أنا في حاجات محتاجة حد يقول هالي وإنت توصل لحاجات اللي مضيقك مني انتعرف أنا بعد شوية أنا ليش كان صعب إنجي كان صعب إنت عم تقوليلي عن أنا الإشارة المش حلوة في الديمو لأنه كأنه أنا يفسر لك أفزلك شو كان الصعب عندك أنا جاية تنحكي عن المشاكل الكبيرة تابعنا اللي وصلتنا لعندك أوكي لما أنت صرت تحكينا عن مشاكلنا عن طريقتنا أما أسلوبة أما كلمتي أما طريقتي أنا دالك لا 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 اللي عم تصف إنه كأنك أنت عم تعطيك كمال إكسكيوز إنه المشكلة مبتدية من عندك وإنه أنا كنت ما بدي أتقبل هذا الشي إنه اللي عم نجي تعال نركز على المشكلة على هالخنائق سو بس أنت أكيد معك حق وأكيد أنا أبو بصملك بالعشرة مثل ما بيقولوا إنه اللي عملتي كتير ساعدني أفهم حالي بس بالأول كان صعبة علي لأنك عم بحسك أنت كل مرة مرة عم تكوني معه مرة عم تكوني معي آه يس أيوة أنا مع الحق دائما ودايما علشان أنا بتفرج من بعيد فبقدر أشوف الحاجات زي ما الطرف التاني بيشوفهم يعني وإنتي بتتكلمي فهو مثلا شفت يا جوال أنت تبيحس أنا معالجتش صوتي فهبلي لما الطرف دا ييجي يقول فمرة لا يا جوال أنت مش وقدة بيلك دا بالنسبة للراجل كذا دا بالنسبة وإن فاكرة كويس أن أنت كان بالنسبة لك لا أنا بحترمه طبعا لما جينا نتكلم عن وقتة الاحترام فاكرة إحنا قلنا كل الستات محتاجة أمان كل الرجالة محتاجة احترام ودي من المشاكل صح أنا كتير أنا كتيرا بكرة بنتي تتجوز جوز يفكر حاله أنه هو أهم مننا بزا أنا كيف بدي وصل هاي دا الفكرة لجوز أنه أنا ويا we are equal أنا في قلو اللي بده ويا ويقل اللي بده ويا وانت يعني قللي لا أنت عندك ولد وعندك بنت فأنت أكيد وانت بتربيهم بتشوفي مثلا لسكت أم بتحكيلي في عيد الأم بنتها لتر طويل هنعيد ونحكي ونكتب وماما الولد happy birthday mom يعني يلا لأطفال لأن ساعات الناس بعد ما بتكبر بتحس إيه فيه يعني مزايزة ولأ تفرجي على الأطفال الصغيرة عشان تعرفي الفرق في النرسلي في المدرسة الفرق ما بين الولد والبنت كبير طريقة اللي بربي بيها ابني غير طريقة اللي بربي بيها بنتي الطريقة اللي بقنع بيها بنتي غير طريقة اللي بقنع بيها ابني طيب أنا شو كنت خايفة من هيدا النقطة اللي ما قلتين أنت هذه الجملة قدامه أنه هو يكبر ريشه أكتر أه وردي الرجال أه وردي عنده هو العظمي طبعيته أيام وأنا الرجال أه وأنت بدك وأنت ما فيك تجبريني أنا روح عامو ثيرابي أه وأنت ما فيك تجبريني أنا أحكي عن موضوع ما بدك أحلا أحكي عنه أيام أه سو أنا اللي كنت خايفة أنه لما أنت كتع تقولي لي بس يا جوال هو ما بحس بالاحترام أنا كتع تقول لي بس أنه شو بعد فيه أعمل التيلة كان عندي شغلة أنا بطلتها وعملت لها براكتس فورا من بعد ما خلصنا ستاشنز إذا بقولنا التيلة أنت عندك مشكلة لما يأذيك تأذيب السيف أكتر مثل أنه أولاد الصغار ضربتني بضربك زيتني بأذيك بالزبط سو التيلة مش أنت بس على فكرة أغلب اللي بيقولي لما بيحصل الكونفلكت بعدين أجي أقول لها طبع أنت رديتي لي كده تقولني زي ما أنا بنقولناها طريقة طفولية في التعبير عن نفسي إحنا الاثنين عايزين نتسمع إحنا الاثنين عايزين حد يفهمنا إحنا الاثنين عايزين حد يحترمنا فبالتالي لازم أفكر طول الوقت أنه لو الحاجة دي اتعملت فيا يدائما يقول لك حطي نفسك في جزمة اللي قدامك يعني في الشوز بتاعت اللي قدامك فلازم أفهم الشوز بتاعه بس مش بس أنه أنه أنت علمتين كمان من أول ساشل من المرأة والرجل مختلفين حتى أنا ما في حت حال بشوز تبعه لأنه معا بفهم طريقة تفكيره لجوزة بس أنه أنا تفكر أنه هفهم الرجل معا بقدر كون الرجل تقفهم الرجل صح بس الإراية الإراية والمعرفة بتخلي الواحد يعني زي لما أنا دلوقتي أنا مش واحدة مثلا فرنسا بس أنا كل ما هقرأ عن الكولتشر بتاعت فرنسا هاهضمها بس يا أنجي أنا بفضل إجي أشوف تفسر لي بالكلام تفسر لي بالأكزامبول اللي هي ضغري لقلي وليش نحنا حسينا أنا لازم نحكي لأن نطلع مرحلة كتير حلوة وتخوف شوي يمكن بس أنا بدي خوفهم تقللهم أنه النتيجة كانت رائعة بس نحنا كانوا مخيفين نحنا أول ساشن جوزة لا نحنا شو عملنا وهذه كارسة ونحنا أنت بواسطين وأنا مرت ما كان بنا شي وهلا عم تخانا وتذكر كمال كان عم بيجن وتذكر أنا قلت له بليز كمال وأنا بدي حافظ على هال ساشن تبعولي لأنه مآمنة أنه حكي تساعدينها كان آخر هو تقول له بليز تعالوا وعد بعض شغلي وأنا بقدر وعد وكفي بالوعد نطلع من عند أنجي بتسكر الباب بنبوص بعض بنعبض بعض وما منحكي بالكلام ونحن نفعلها ونحن نفعلها ولكن الثرابي ليس بس طبعا ليس بس الفترة أنا قلت لكم أنا ممكن أساعدكم من فوق وممكن أساعدكم من تحت يعني ممكن أجي من بارة كده أقول لا أصل هو وانتي وخلي بالك وقد وقد حل ولزيز مع بعض أنا مش كوتش أنا كونسلينج إن كونسلينج اللي علاقة بالبيزيك سيكولوجي بتاعة الإنسان أنا ليه النهاردة كده إيه اللي في الشالدهود بتاعي أنا تعودت علي أو تربيت علي ممكن يكون ما كانشو صح ممكن أكون أنا تعودت إن أنا شوف إن الست في البيت هي القوية عند خالي لو واحدة كانت دايما بتتربى معها سنجل مام جزهة وفة المفصلة قوي حين فأنا بفكرتي إن الست هي أهم واحدة في البيت هي اللي بتتحكم في البيت لكن ده مش معناها إن جوازي المفروض يمشي كده لأنه دور الراجل وعرفتكم أنا بقول لي القصص حقيقية إنه في مشاكل حصلت ما بين أزواج لأنه هو اتجوز بفكر إن الست ما تردش على الراجل فبالرجل لأنه أمه ما بترد عبيه لأنه أمه بالزبط وهي اتجوزت بفكر إنه إحنا كنت لسه قاعدة مع قبل والراجل كان very smart هو يعني اشتغل شوية على حاله وقرى وفهم فعام في حاجة اسمها cognitive behavior therapy يعني إزاب أواعي لما الشعري والأفكاري ده اللي إحنا كنا بنحاول نتعلمه في الحاجات اللي فالراجل ده عمل حاجة زكية جيداً جوال فكرة في الأساسمنت بتبقى فيه حتى بتقول علاقة الكابل ببعض وإيه تجد نفسر في الأساسمنت نجي قبل ما قعدنا وشفناها وج بوج حكينا على التليفون وقالنا لأنه أنا وجوزة انفصلنا فترة ونحنا حابين أنك تساعدينها قالتنا أوكي أنا قبل حتى ما أشوفكم أنا حابعت لكم اختبار اختبار حدا من أمريكا جاية وما بتحطوا أسميكم ولا شي بس أنا بقريب بفسر لكم بيعطيني صورة واضحة عن مشاكلكم وأساس بزا مشاكلكم من طفلتكم من أمكم وبيكم من حياتكم وشو عشتوا وين سفرتوا وين طلعتوا صحيح so this is هيدا الاختبار قال إيه بقى الاختبار ده مع الراجل اللي أنا بقولك عليه ده very smart قال الاختبار إن الست she's very flexible في العلوم هي يعني ما عندهاش مانع أنا أخرج في الوقت اللي أنا عايزة أجي في الوقت اللي أنا عايزة مش لازم لما أغير المكان أقولك مش لازم لما أجي أشتري حاجة أقولك هي تربيةها جدا وبعدين بيقولك في الassessment علاقة كل حد فيكم بعيلته فبيقولك العيلة بتاعة البنت دي over flexible يعني عيلة كل اللي فيهم زي بعض بالزبط العيل زي الزجزق كل واحد في حاله وكل واحد ما فيش authority في البيت ده وما فيش roles معينة في flexibility خطير فالراج اللي أمجي قال لي تي وعدة بالك مفوضة أنا اللي أقوله بس هو he's very smart واخد باله قال لي الassessment بيقول إن هي بتعملني المعاملة اللي هي كانت متوقعة في بيت عيلتها ما بالك بقى لو فينا الآن يتفرج علينا different cultures background طيب ما ده هيقول إن أنا دايماً بدخل ببيتي متخيلة إن هو ده دايماً يجي أقول كسه كده يتضحك يعني أنا كنت في سن صغير سفرت أمريكا أشتغل هناك فأنا مسافر عديت على الألمانيا فلاقيت المطار يعني الناس بتتعمل بنشوفية شوية مش friendly أو تلاقيت بعد دي هقول الألمان جزا والألمان طبعاً دلوقتي بعد مجبرت تفهمت اللي أنا عملته ده labeling يعني أنا حطيت عنوان على البلد كلها عشان خاطر كم موظف اشتريت منهم في المطار نفس الحكاية كل حد فينا كبر في بيت افتكر إن هو ده الراجب وهم دول رجالة زي بابا كلهم خينين لأ هم مش كل الرجال خينين طب أنا عشان هيك بقلك أنجي قد ما استقفنا حالنا بالكتب غير ما الإنسان يقعد مع couple therapist لأنه أنت مت ما حكيت تما عليش تيلنا بس ما شكلنا عليش تيلنا خليتينا نفهم حالنا خلينا نفهم أنا ليه بيحكي هيك أنا ما لازم رد هيك أنا ما لازم أتصرف هيك هو لازم يسمعلي أنا لازم يسمعه أنا بتذكر نقطة لليوم ما بنسيها كنا نحن نسمع بعض بس ما عم نسمع بعض ونتوا وقفتين ونتوا عم تشوفين قدتين لحظة بتقول لكم شغلة أنتوا ما عم تسمعوا بعض هو عم يحكي سأنتي ناطرة ترد ناطرة دورك لو عم بتقطع سأنتي ناطرة دورك عارف شو بديك ترد بتذكر أنا أنا حظ عارف فعلا أنا بستغرب أنا كأني ريكورد لأنه أنا كم بدي أتعلم منك أنا بدي صلح زواجي أنا بدي أنا بحلم الحقيقة البرنامج تالي أنا حتى طلع بالبرنامج وأنا كنت عم بقول أنا بديك اليوم بكون حلو إلا إذا الله لا سموح الله بعض المصيبة إذا المصيبة مش جاي من الله أنا بدي نحنا كراجل وكاميرا نعمل مستحيل تنكون مبسوطين مش نحنا نخرب مش من إيدنا نخرب سو عشان هيك انت عن جد عم بسمعلك كل كلمة وعم جرب اتقبل حتى الكلمة اللي ما بدي اسمعه وانت قلت كثير كلام بالأول ما كان بدي اسمعه لابعدين اقتنعت أنا فيه كان صعب بالأول ممكن أقولي حاجة بقلي مدة بقولها الكذا قبل ناس كثير قوي تيجي وعفكرة فيه اسئلة كثيرة من اللي جات عندك على الانستجرام كان بتقول أعرف منين أنه العلاقة دي بازت أو خلاص ما بقاش فيه منها أعمل خلييني أقولك أنه ناس كثيرة متخيلة أنه جوازتها بس اللي فيها مشاكل أنا أعتقد لو حد أنا ما أعرف أنه الكل عنده مشاكل لا بس بيبقوا فقدين الأمل عندهم يعني حاسين لا أنا بالذات جوازتي لا يمكن يبقى فيها أمل أنت حطيتي البوست أعتقد فأقل من ساعتين ماشي لا نص ساعة نص ساعة نص ساعة كمية الرسائل العالم عشان تحيد أول سبجيك على البودكاست لأن العالم عم بتعاني وبرجع بدي أقولها بليز أنجي بدي أقولها هيدا النقطة كتير مهمة لقلي أنا خلقت بنت كان حلمة أتجوز عندي عندي مخيل بمخيلتي صورة معينة عن الزواج لما تزوجت أنا ما تنسي أنا مزوجي مرتين حنحكي شو عن أول زواج ولخبرك ليش لخبرك شي كتير مهمة هلأ ويمكن تقولي إذا أنا كان صح أقوله أما لا إذا أنا بعرف أنه جوزي بيتقبل إذا أنا بعرف أنه ما عند النية العاطلة حقالي ومقتل قبلها ما كنت بعرف كيف اتعامل مع الزوجة لا الأولانة وابسلي ولا الثانية لأنه هيدا بدا علم بدا علم وإذا نحنا تعلمنا من أمنا وبيننا يمكن إذا نحن نتعلمنا يمكن اللي عم نتعلم من بيتنا نحن وصغار إذا نتعلمنا إذا نتعلمنا ما بقى بليء بحياة اليوم لأنه الأيام عم تتغير عارفة بقى خطب أقولك بقول مثال كتير عارفة لما حد بيشتري عربية بيحصل ساعات أن أنت ممكن تنزلي في يوم وتليل إزاز كله وممتدجدش حصلت معي كده قبل كده يعني يقولك دي حاجة اسمها الكنسر بتاع الإزاز يعني فيه كنسر بييجي للإزاز كده في يوم وليلة تسحي الصبح تليل إزاز كله مش حتة معينة كله متدجدش فإلا أنا شفته أنه فقير غني متعلم جاهل أيا كان في الآخر كل جوازة عاملة زي علاقة العربية بالكنسر هي ما فيش عربية عشان هي بفلوس كتيرة مش هيجيلها الكنسر بتاع الإزاز زي ما ما فيش إنسان عشان هو غني قوي مش هيجيله مرض الكنسر خلينا نخدها بالمسترحة ده كمان كل الجوازات هتتعرض لأعداء فيه يعني وانس ما بنتجوز عن حب فيه أعداء بيدخلوا البيت إحنا لازم الأعداء هي مش أشخاص لا مش أشخاص هي مش أكل هي مشاكل فلازم نبقى فاهمين إنه لما نعدي بالمشاكل دي إن دي مش حاجة بتقول إن أنا اخترت غلط على فكرة الناس كتير قوي بتقول إنه المشاكل بتاعدها بسبب الاختيار خلييني أقولك إنه الدراسات بتقول إنه 85% من نجاح الجواز قائم على الشغل عليه 15% على الاختيار يعني أنا حتى لو اخترت اختيار ما كانش هو لكن قدرت أشتغل على العلاقة ففيه هو 85% إن العلاقة دي تنجح حتى لو كان الاختيار مش أحسن حينك سامي أنا بدي أليك شي أه ألي أليك شي اللي يمكن هلأ يصد منك هذا الشيء هلأ من أسبوعين صار كنت أنا وكمال بالسينما أه وهلأ كتر خير الله نحنا كل يوم perfect كل يوم مبسوطين مع بعض لأنه طلناتنا وعينا على قديش حلو لما كنا نحن نحن نعم نعرف نتعامل مع بعض فكل يوم كتر خير الله كتر خير الله perfect كنا بالسينما ومسكين إذن بعض كأنه هلأ تعرفنا على بعض كأنه هلأ قطبني بقى ما تجوازنا حتى بس كنتين بعض وكل شو هلأ نطلع على بعض نبعد بوصل على بعض هيكة بالسينما مهم طلعت من السينما كنت عم فاكر ما عشو إجا خطر عبالي إجا عبالي قال إنه قديش هلأ أنا مبسوطة قديش أنا هلأ مبسوطة بيزواجي قدي أنا هلأ بشكر ربي على الشيء أنا عم بعيش إنه أنا كنت بدي 11 سن عم حارب كرميل ولأوصل هالنقطة هاي لأنه أنا بدي جوز اللي تعرفت عليه ما بدي جوز اللي تحول لشيء ما بعرفه هيك أنا كان بشعوري فكنت عم بقول جوز الأوليني تريفر بيولا بيلي ابن الكبير لو أنا رحت عا كابل ثيرابي أكيد ما كنت تركته فأني بتعارفيني أنا ما بعرف عمو الفلتر فضغري من عقلي للسينة بتقول له لك كم وقتوا بتعرف شو حياتي بدي أقول لك شغلة تعرف أنا بعتقد لو أنا و تريفر عملنا ثيرابي ما كنت تركته قال لي كيف يعني إنه كيف لأنه هو أنا ترجيته موقت ما تجوزنا نروح نعمل ثيرابي فأنا عملت ثلاث جلسات ثيرابي والثيرابيس رفضت إنه بقى أنا ضيع لوقتها بتذكر كأنه مبارح كنا عمري 20 سنة عفكرة تجوزت فبعد إنه 20 سنة رحت شفت الدكتورة أو شغلة جي بي بعدتنا على ثيرابيس اللي بدأي لك يا ثيرابيس قالت لي لسن ما في أنا أنتظ لك زواجك إذا هو ما بيجي أنت عم تضيعي لي وقت اللي في عالم ثنينتهم جايين يصلحوا وعلاقتهم أنت طالما عم تجي لعندي لحالك عم تضيعي لي وقتك والله العظيم بتذكرك كأنه مبارح جاءت لي عندي ثلاث حق ثلاث يعني خيارات أما بتتركي بس أنت عم تجي كل أسبوع في شكل ما رح تتركي أور بتعيش مع هالشغلة كمان شكل بديك تصلحي ما حت توقفي بديك تصلحي أور أنت بتعيش حياتك زمانك قبل تتركي بضلك مع عيش حياتك ظهري روحي شوفي تأخل الثلاثة ما بنسموني وبرضو جاوز لأولين مع أنه إنجليزة تخيل لأي أنا كنت أول سؤالة لك كيف في المرأة تقنع الرجل لأنه جاوز الإنجليزة رفضوا 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 لأخر شي وصلنا أنه اطلعنا فلما قلت له كامال قال لي آه هايدي كانت مشكلتك الوحيدة نحب نحب السفر ونحب الحيوانات ونحب نفس شاوز كامال بعضوا ما عم بيستوعب حتى لو عارف نحنا مشكلتنا كانت أساسية وحدة أكيد فقماش مشكلتان هي كيف نحكي مع بعض بس المشكلة الأساسية ما بيستوعب وأنه على مشكلة أساسية ممكن المرة تخرب بيتها تاخد قرار أما الرجل حتى على مشكلة مرته وما بها تتقبلها من هالمشكلة هالقد بتعنيله تخرب بيتها صح يعني أنا شايفة أن أنت قلتي حاج كويسة مش مفوضي يكون تضايق صح ما تضايق بس هو كان مصدوم لأنه معقول تربتيها على هذه الشغلة ويحدث ياس لأنه نطرته تسع سنين أنا لما تركته كان بعد تسع سنين زواج وعرفة ده معناه إيه ده معناه أن أنت شفتي دورك وما لعبتيش دور الضحية إحنا لما بنتأذي في أي علاقة بنروح للعب دور الضحية بنعرفها يعني أنا كده وأنا حياتي بوازل وأنا مش عارفة إيه فأنتي النهاردة كونك بتقولي أنه أنا لو رجعت الورا وقدرت كنت أعون والشخص الثاني يتغير هو كمان في الجزء بتاعه ده معناها أن العلاقة دي كان ممكن يبقى يعني لأنه ما كان يسيئ يعني الجواز اللي قولينا ما كان بدلني عطول بحب يسكره بالخير والناس عطول إذا بقعوا الانتروفيو إنت كيبت أنا قلت أنا بحبه أنا بحبه متلخي أنا بتمنيره يصير بليونار بتمنيره تقول أحنا مرة عنده عم بدلع لأن أنا أنا ما شفت شي سيئ منه بس أنا ما كنت عم بقدر كف حياة الزوجية معه في فرق كتير كبير يا جماعة بين شخصين ما بقي حبوا بعض ما في كترة تتعلم يتحبي شخص تاني قور أنت بتحبيه بس أنت عم تنقذي لأنه قد ما بتحبيه قد ما شيره ما عم بيغيره عم بيأذيك صح لأنه البعشن كتير بتكون قوية صح في حتة ليه علاقة بالكنسر بتاع الإزاز اللي قلت لك على إيضاء زي اللي بيجي لأي علاقة لو أنا لقيت المشاكل دي جاية وفهمت زي لما أنا بياخد بيبي صغير أول يوم في المستشفى وبيددهوني بعد الولادة ببقى فهمة أنه هو هيعدي بإسهال هيعدي بمغس هيعدي بالنوموبايز فلما بتحصل الحاجات دي مش ببانيك طبعا أنا مش بقول أن أنا متخدش لما ألاقي المشاكل في الجواز لا إتسوكي أفهمت بس في حاجتين الجواز لما بيعدي بمشاكل بيرنج بال كده مهم جدا هم أنا في رأيي هم الروتكوز بتوع أغلب مشاكل الجواز وأغلب أسباب الانفصار أول حاجة ده لو موجود جوه البيت لو الست حسب كده إن هي أكيد اللي صح وأكيد هو الغلط أنا تجيلي ستات كتيرة قوي تقولي وعالفكرة جالنا أسئلة زي كده على الانستجرام أنا جوزي نرجسي فتيجي مثلا أقول لها عرفت من إنه نرجسي أنا دورت أونلاين دائما شو من نرجزني نرجسي نارسست اللي هو دايما ده نارسست ده يعني مرض نفسي يعني هو دايما شايف نفسه صح لا شوفي أنت دلوقتي بتقولي إيه أغلب الرجالة بيحسوا دايما بحكمة البرائد دي إن هما الصح حول إنهم مش بسهولة يعترف إنه غلطان صعب عليه أو يقول أنا إيه صرف بس ده مش معناه إنه هو مريض نفسي لا أكيد لا مع احترامنا لكل المرضى النفسي اللي بيسمعون بالعكس أنا ساعات كتير بحس إن المرضى النفسي لما بيعرفون هم مرضى نفسيين ده بيبقى بخليهم همبل أكتر متواضعين أكتر وعندهم شجع فما احترامي نحن بنقول حتة مريض نفسي لك أنا نفعش أقول على جوزي بس ده كئيب ده فكرة أنا أعتقد عندك تئيب فحتة الكبر إن أنا اللي فهم كل حاجة وأنا فهم إيه مشاكله وعمله ودي نقطة مهمة قوي بقى الجوال كإني مامته وتلاقي الست عندها تندنسي كده قابلية إنها تحب تلعب دول الأم مع أي حد حتى لما تبقى مديرة تحب قوي تجمع الشباب اللي تحتيها وتأكلهم طب ليه عندها أمومة بالفتر الوحيد اللي ما يستحملش أمومتها هو جوزها لما تيجي تقوله إيه خليني أنا أشرح لك أوزت الناس مثلا تقوم جاي مشاورة عليه وتقول ده كان بيعق عق لا ده هزار ما ينفعش هزاره على جوزي لأنه هو مش صاحبي هو مش أخوي أهزاره مخلو لكن فاكرة في مرة ضدتكم مثلا أنا أنا أحب جدا ولاد عمتي وتربيت معيهم أكبر مني بسنتين فدائما هزارنا كان بالنسبة لي كيمو وصام ودول إلا أهزار ما ونجري وراء بعض إنه أدرب بعض إنه شرفقي فأول ما تفطبط بقى تفهم أن أنا هكمل هزار مع جورج زي كيمو وصام الحقيقة إنه جورج لفت نظري من أول يوم وبصراحة دي حاجة كويسة عنده ودي حتة مش موجودة عند رجالة كتير إنه هو وقف بقى كده عم جاء لي أنا مش بحب الهزار ده فساعتها تقفلت كده شوية حسيت إيه ده إحنا مش أن نبقى بقى يعني نهزق بعض ونشتم بعض تلعي إنه ده بالنسبة للراجل لا طبعا بالنسبة للراجل حتى لو شاب صغير لسه بادي تعيين منفعش حتى لو أنا موديردا أنا مش بتكلم بس أنا بتكلم إن الراجل جزء كبير قوي عنده في الدجنيتي إنه هو يكون بيسعد المرأة نهية لك أبلي هو دي المشن بتاعته إنه عايزي فرحها عايزي بأمالي عنها أعترف لك بشي أنا بتذكر كنا عندي كتير كمية صعوبة لما كنا عم نعمل السيشنز أنت حسك حسك عطول عم تحتي الراجل هون الراجل هون الراجل بد الراجل ما بيصير تحكي معه هيك الراجل ما فيك تمزح معه وأنا جاي من عقلية أنا من أقل منه أنا بمستوي أنا بدي أقوي كل البنات بالمجتمع أنا بدي أقوي كل السيدات بالمجتمع أنا بدي حق المرأة ويوصل له أنا معقول هي تكون بص عليه وتقله وين يروح وشو ياه كل أسا عبدا يرجع على البيت بالعكس بس الإيكواليتي بس بتذكر قدما أنا اقتنعت بكل كل كلامك وكل الـ examples كنت تعطينا إياهون لأنه كان الشبه لأنه إحنا ما شو عم بتشوف في بياناتنا رجعت اتقبل بس تو كان هيدا الكلام عم بيجي من حدا ما أنا حسيته زكي مثلك يعني أنا بنلي بقول أنه أنت زكية أنت زكية بالعلاقات للزواج this is why قدرت تساعدين بفترة كتير قصيرة this is why أنت أسرت فينا this is why خليتينا نتذكر كل شي ونطبقه ونوصل للسعادة اللي وصلنا له كتير قوي الرجالة بتبقى خايفة تيجي وبعد ما تيجي تبدأ تحس بالأمان وأنه في المكان ده كإني أنا برد فيهم أنا والله كمان من إسم معاني زهلنا الشواء اللي بديك نروح شو بأنجيلي لأنه زنشور أوكي بكنا بيحس بيحس أن أنا فهمته بيحس أن أنا عارفة عبر عن الجوا لأنه هم كتير قوي أولالات الشيلة في التعبير يعني مش بيبقى عارف يطلع لجوا ويقول وسعاد بيعتبر أنه يعني لما يبقى فهمها في مشاعره بتاع أنه ده هيدعفه معرفش أن ده بيزيده جمال فكان فيه مشكلة أنه كتير قوي الستات طلبتها كتير أشبعيني عايزة يخرج معي عايزة يا أدام إيه قول لها كل محلم لما تيجي تشوفي اللي الست اللي الست عايزة أطول كتير من اللي الراجل عايزة الراجل عايزة Technique احترميني και سبيني بحالي يعني ما تعودش تدوري ورايا رجل السبيني بحالي يعني سبيني بحالي يعني ما تعودش كل شوية أنت بتعمل ايه أنت ليه أه أوكي أوكي قالت بك إيه مش مش سبيني بحالي برحب Revel ولول أصعاب ولول بسفر إحترم consume أستres أستres احترمي أن أن أنا عندي حاجة اسمها الكيف بتاعي يعني إيه الكيف بتاعي فالحتة بتاعت انه انا عايز الراجل يدي للستة الامان بس لازم الاول خلي الست تديله الاحترام عشان يعرف يديها ايه صح الامان الكواليتي الامان الامان ده بقى يعني ايه عشان احنا قلنا كتير حاجات الراجل محتاج لها والامان مش بس انه ما تطلع بمرة الامان بانه كلمته تكون كلمة لانه هيدا كان انا عندي شوية مشكلة معك لانه ما راي نحكيش مشكلتنا الاسية بس مشكلة من المشاكل اللي كتر خير الله ساعتين هدي كتير فيها لو ما كنت عارف شو مشكلت معه عم بجنه وجنه كل مرة وانجراتي انت لما قلتي له كمال انت ما بتحسي الجوال بالامان انت بتقلها بتوعدها اوكي ما رايح قررها اجيبها السير بتجربها بتجيبها يعني انت عم تنقزها انت عم تخليها تحس انه ها انا خلص انا هلأ حقوق انا هو ما بقى ما يسكني انا كل شي قاله انا شو بدي صدق ما بقى بصدق شي سو هاي دي قصة الامان اللي كانت كتير بتعنيه لان انا دا قلق لانه لما فقتت الامان قررت انه نحنا لازم ننفصل فقدت الاحترام وبالتالي ما بقىش في حد فيه يكون ستسفايت في العلاق انا فقت اكتر الامان لانه حسيت انه هو ما بيكون يقدر يكون صادق فهذا الشي حسسني انه انا خلص انا ما عندي كنترول ابدا بدنا ناخد انجي سؤال على قليل السؤال واحد من العالم يلي صدقوني حطيت سؤال على الانستغرام تباعي طلب من العالم انا عندي حوار مع انجي ميشيل مايكافوثيرابيست وشو حابين تقولوله وصل لي تاوزنز اوف اسئلة انجي اختارت واحد منهم مروه نحكي عنه مروه ونخلص هالحديث الحلو مع اخر السؤال ونجرب نلاقي له نتيجة مروه سألت وخلينا بقى نقول للناس اللي بتتفرق الاسم ما تجوزتش زمانهم خايفوا دلوقتي طب بعدين احنا نعمل ايه تمنونه خلينا نقول سؤال مروه بيقول اعرف منين ان العلاقة دي هتبقى ناكحة او مش هتبقى ناكحة احنا كنا قول قبل الزواج قبل الجوز خلينا نقول انه في بيلرز بيلرز في انا اقول شي موضوع كتير قولي له من الاخر يا بتجي معك افتارك بست لون هيك بتعرفي حالك اذا صار في مشكلة حيروح معيك وانا بس بدي اقول شاهله كمان انا مع وقولي لي اذا صح اما غلط ونجرب نجاوب مع انه انا اذا بنتي اما ابني بدون يتزوجوا يروحوا يشوفوا اذا في مشكل طبعا لانا بدي اطلب طلب واحد من ولادك اخدته قرار ما بدي اطلب منهم شي بدي طلب واحد عشرة سيشنز انا هادفع حقهم يروحوا ويقعدوا يحكوا شو وشت نظرهم للزواج شو متوقعين بالزواج ولما سير في مشكل كيف ححلوها ايمن this is what I want صراحة so good اخطاري حد عنده لو هبط يعني البنت هي اللي بتسأل وانت برضو لو راجلها بتفرج علينا اختار حد عنده مبادئ وقيم والحتة دي مش حتة صغيرة لانه اللي بيبقى مش امين في حاجة صغيرة بيبقى مش امين في الحاجات الكبيرة فاخطار حد عنده طبعا ان انت تبقى اتراكت بلي دي حاجات مهمة بس ما يبقاش النهار ده هو بيجذب على امه او بيجذب على صاحبه اه صاحبه وانا متخيلة ان في يوم الام مش هيجذب علي انا عشان انا بقى حاجة تانية لو حديك مش حاجة ثانية حديك برضو هيتكذب عليك وانت نفس الحكاية فما تغش حالك طبعا وهو ما يغش حاله طبعا وحاجة كمان ما تتوقعش ان انت اللي هتغير الشخص اللي قدامك يعني ما تاخدهوش اه دي اه من اقطع اه ما يكونش مثلا هو بيحشش بعدين تيه تقول لي انا اللي خليه بطل حشش صح ما يكونش هو مثلا متفرق على تب انجي المشاكل القديمة بس لأنا جهازي فعلا نتغير بس لأنا ما قدر تغير زوجي الأولانة كيف ما قدرت انا غير بكامال يعني لان هو بده يتغير هو تنعم بالأخير انه يتغير انا اعتقد كمال كان بيريزست في الاول انه يبقى بيتعرر يعني ان انا اقول الجواه بقى زي ما هو كمال في الاول كان بيريزست بس انا ابتديت احس ان فيه امل لما ابتدى يقول اه انا عندي المشاكل دي اه انا فعلا عندي اخوف من انا في مرات كنت بقوله اختيارين يا انت بتعمل ده عشان كزا يا انت بتعمل ده عشان كزا كنت لازم افضل ازنق في ازنق كان يغير رأيه دهري انت عم تغير لك لا انت عم تغير رأيك انت عمانك عم ضدك عكلمتك وانا بتذكر انت اختي له نقطة انا ما كنت شافتها عن كيف يشوف طفولته هاي دي كان صعبة صعبة عليه كتير فانت بتقولي كمال اتغير ازاي كمال كان عنده شجاعة وكان عنده امانة مع نفسه جدت لما انت ابتديتي كمان تبقي فكرة كنت بقولكو انا نفسي كان بديه تبقى مكان امن بالنسبة لما انت تعلمت تسمعي ما تعلمتش تهجمي او تقطعي او انت قاعدة زي ما انت تقولي كده اول ما هاتف اتخلص بترد على احنا عايزين شخص بيعرف يسمع دي اهم كتير من شخص بيعرف يتكلم انت عارفه في شغلتي سبعين في المية من الراحة اللي بقدمها للناس في ان انا سمعتهم تلاتين في المية في اللي انا قلت انا لقالي هلا انت لقالك انا لقالي الكلام تبعك كان جوهرة لقالنا لانه كان كلام ما في اسمعه من اصدقاء من they're not experts ما في اسمعه من they're not experts ما في اسمعه من بي ما في اسمعه من حدن وكنا عم نسمع اشه لأول مرة وانت كنت بس عم تشخص عم تشخصين لنا وهايدا هو بعتقد نجاح ان احنا اللي صار معنا وانا بتمنى يا رب بتمنى 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 من كل 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 اللي بقوش انه هدا البودكاست وهالحوار يكون عن جد عجبكن بتمنى يا رب هدا الحوار يكون عن جد يعني ساعتكن الهمكن وبتمنى يا رب انه ولا زواج يروح لديفورس وتكونوا مبسوطين على كل يوم ما برده انا انا من جواتي ولا مرات قد نهار من حياتي عم تبكي اما زالينا ما شايف في الدنيا سودا سو بديكن تسعوا لتصلحوا زواجكن اذا فيو اغلاط حتى لو كنت اغلاط صغيرة قبل ما تصير كبيرة انا بدي اتشكر كتير 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 لانه ساعتين كتير وانا بالمقابل بدي ساعد اي حدا عم يسمعنا ويحضرنا اليوم thank you so much I love you ونشوفكم بالبودكاست التاني thank you merci